أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الإخباري العاجل إليكم التفاصيل قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إن الوضع الاقتصادي للمتقاعدين في صلب اهتمام الحكومة وأن هذه الأخيرة فتحت باب الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء للانخراط في هذا الورش الذي تأخر لسنوات وأفادت فتاح العلوي يوم أمس الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن لا أحد ينكر أن أنظمة وصناديق تقاعد تعاني عدة نقائس إذ يجب إعادة النظر في هذا الموضوع بإعادة إصلاح شمولي لهذا الورش الاجتماعي في هذا سدد أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة في إطار إصلاح أنظمة التقاعد حيث جرى الرفع من المعاشات بنسبة 5% للمتقاعدين المنخارطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علاوة على قانون 1300 يوم الذي تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين بالإضافة إلى تدابير الدعم الاجتماعي التي يستفيد منها كذلك المتقاعدون وأقرت المسؤولة الحكومية بأن موضوع إصلاح أنظمة التقاعد قد تأخر لعدة سنوات رغم توالي الحكومات السابقة مشيرة إلى أن الحكومة الحالية عازمة على إصلاح هذا الورش الذي يهم المتقاعدين رفقة جميع الشركاء الذين تتحاور معهم وأوضحت نادي فتاح العلوي أنه خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي تم الاتفاق على ثلاثة ركائز لإصلاح النظام التقاعد على رأسهم القطبين العمومي والخاص بحكم أنه لا يمكن إدماجهما نظرا للاختلافات بينهما وكذا تحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد وعلفتت المتحدثة ذاتها إلى أنه يجب إيجاد حلول تكفل استفادة كافة الطبقة الشغيلة من الحق في التقاعد مشيرة إلى أن نصف الشغيلة فقط حوالي عشر ملايين تستفيد من أنظمة التقاعد مقابل خمسة ملايين لا تتوفر على التقاعد